وكثير من الناس اليوم يقولون إنا لا نشعر بالسعادة وقد تنوع الطرق الناس في طلب السعادة فمن الناس منظل أن السعادة في تكثير الأموال فأصبح يسعى في تكثير الأموال ولا يبال من أي طريق كانت وألهته عن ذكر الله فإذا تعارض طلب المال مع الصلاة ناداه شيطانه حي على الماء فلا يحقق سعادة وإنما يكون حاله كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فطلب التكثير بالأموال ومن الناس من طلب التكثير بالأولاد وألهاه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار فيظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد لا تهنأ به زوجة ولا ولد يبحث عن السعادة فلا يحصلها ومن الناس من أيس من السعادة وقال إن السعادة وهم منشود لا حقيقة له وما درى أولئك الحيارى أن السعادة موجودة والله إنها موجودة إن السعادة في قلب تقي وعمل صالح زكي من وفقه الله عز وجل للتقوى فرزقه الله قلبا تقيا يقف به عند محارم الله فلا ينتهكها ويقف به عند فرائض الله فلا يفرق فيها ورزقه عملا صالحا فقد رزقه السعادة وذلك أن السعادة يا إخوة هي طمئنان القلب والقلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالسعادة هبه من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده الصالحين والعبد المؤمن يعيش حياته في سعادة هل يعني هذا أنه لا يبتلى لا والله يبتلى يبتلى على قدر إيمانه فأشد الناس بلاءنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه ولكن يكون ذلك خيرا له فيكون سعيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكرا فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن لا إله إلا الله كيف تعيش في الحياة إما في سراء وإما في ضراء والمؤمن كل ذلك خير له فيكون في سعادة يسعد المؤمن في الدنيا لأن الله عز وجل يرزقه طمأنينة القلب والقناعة بما يؤته فلا يشتغل بما لم يأته اشتغل